وبالتحديد للأمسية الثانية من الحفل الضخم لحن المملكة واللي شهد إقبال جماهيري كبير في مدينة جدة أكيد زميننا محمد الحسن ينقلنا الأجواف في التقيير التالي خلونا نتابع كيف تصنعوا بيدي؟ كتننتسك دنياي؟ الفنان عبد المجيد رحل فيك معنا عبر رتانة خارجية بدعت اليوم، كسرت الدنيا، كيف تشوف هذه الليلة؟ كيف كانت أجواءها مندي؟ هي دائماً الحفلات التي تقام في جدة برعاية وزارة الثقافة وبتنظيم رتانة حطها بين قوسين تنظيم رتانة أعطى نوع من المصداقية حتى المتلقي الجمهور كان عنده ثقة أنها تطلع حفلات حلوة ابتداء من فنان العرب وكانت حفلة مكسرة الدنيا لدرجة أنه ممكن كان لتمنى نحن نوصل لهذا المستوى ويبقى فنان العرب أنا عن نفسي قدمت اللي أقدر أسويه وأسعد يمهوري وبرعاية تروتانة الحلوة والشباب ما قصروا على الصعيد الشخصي، الشعنينك تكريم ملحنين؟ اشتغلت أعمال كثيرة معهم مثل ملحن صالح الشغري والملحن فوزي بحسوك؟ لا شك أن هذه دحظات أنتظرها من زمان أنا يعني أني أنا أكرم شخص أنا أحبه تخيّت؟ وكنت أتمنى أكرمهم أحياء فرحمة الله عليهم هذولا من الكوادر اللي إحنا تربين عليهم ولازمنا الآن نتربى عليهم بالذات المرحوم الأستاذ فوزي محسون كان معلمي الأول معلمي الأول وكان له دور كبير في بلورة شخصيتي الفنية أني أنا أستقي من حواري الحجاز إلى الآن فأنا هي في دمي هذه فعالية جداً رائعة خصوصاً المعرض لأنه في له أشياء جداً مختلفة طبعاً منها مقتنيات منها جداريات والأهم صور الملحنين منهم صغر لمهم كبار الجميل كمان إنه من الستينيات لما الألفيات تقدر تسمع وتشوف كل فئة وكل الأغاني والألحان اللي كانت موجودة في وقتها الفعالية من نوع جديد صراحة تتكلم عن تراثة سعودي يعني أمس كانت حفلة محمد عبدو أحضرتها على التلفزيون يعني من أحلى الحفلات يعني اليوم عبد المجيد عبد المجيد جداً يعني أنا مرة أحضر لعبد المجيد صراحة محصوظة كان يعني شيء ميتراد يعني فوزي محصون وصالح الشهري غير كده أنه عارف حبينا واعلنا يعني المعرض جداً جميل الفكرة جداً جديدة يعني شيء مرة حلوف يعني فخورة أني أنا أشوف شيء زي كده بلدنا والله ينبسطنا وأحلى حاجة أنه جمعونا بين الماضي والحاضر بالفنانين القدامى والملحنين القديمين وجمعونا يعني بين الفن القديم والفن الجديد فعالية ممتازة جداً رائعة وأبدعه خاصة للملحنين الكبيرين إن الله يرحمه صالح الشهراني إنستاذ صالح الشهراني إنستاذ الكبير القوزي محصون ما شاء الله شيء ممتاز شكراً للمشاهدة